الآن إلى معاناة يشترك فيها الفلاح والمواطن لموضوع آخر وفيه استمرار عمليات الإحراق المتعمدة لمحاصيل الحنطة والشعير في مناطق العراق المختلفة حيث أعلنت مديرية الدفاع المدني أنها خلال 21 يوما فقط حدثت 178 حادثة حريق في مناطق مختلفة من العراق وبخسائر تقدر بما يزيد أو بما يقارب 9000 دنم مناطق اشتركوا في القناة